الإله الواحد أمين الإسحاحة الخمستاشر في إنجيل لوقة بيبتده بعبارة جميلة يقول وكان جميع العشرون والخطاه يدنون منه ليسمعوه القعدة مع المسيح كانت جميلة وجذابة جدا حتى للناس المنبوزين حتى للناس سيئي السمعة كانوا بيفرحوا جدا بالقعدة مع المسيح لأنه هو مش بيدنهم لكن بيقدم لهم حب حب بيشفي حب بيشفي أمراض الخطيئة اللي متسلط عليهم فحياتهم بتتغير وبالمناسبة دي مع قعدة العشرين والخطاه مع المسيح قدم لهم ثلاث أمثال وذكرها القديس لوقة في الإسحاحة الخمستاشر هو كله عن الثلاث أمثال دول بيعبروا عن محبة الله الثالوس القدوس محبة الإبن في مثل الخروف الضال هو الإبن اللي نزل من السماء وراح سبت تسعة وتسعين الخلائق السماوية اللي مش محتاجة توب علشان يطلب الخروف الضال الإنسان هو محبة الروح القدس اللي بيرشد الكنيسة في مثل الدرهم المفقود اللي خدت المصباح وفضلت تدور لحد لما لقيت الدرهم وفرحت به وفي وسط الكلام السيد المسيح يقول هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب لأن عيلة لما تفقد واحد منها تزعل يبقى فيه حزن طبعا حتة تقطعت من جسمي ولما ترجع قد إيه الجسد كله يبقى فرحان قد إيه العيلة كلها تبقى فرحانة بالعضو اللي ضل ورجع وأخيرا محبة القاب هي مثل اللي احنا سمعناه دلوقتي مثل الأب الرحيم أو الحنون وعنده اتنين أبناء ما هماش يعني في حالة كويسة الاتنين واحد منهم خرج برا والتاني قاعد جوه لكن أقول إيه يعني بيتعالج زينا كده احنا جوه بس كلنا مليانين أمراض ومليانين إصابات من الخطيئة وربنا نطول باله علينا وبيعالجنا المهم ما حدش فينا يعمل زي الكبير ويخرج ويفضل جوه لأنه كنيسة مستشفى البيت بتاعه ربنا مكان للعلاج كلنا تحت الضعف وكلنا بناخد الدوة وكلنا بنجاهد ونتوب علشان حياتنا تتجدد وتتغير المثل بتاعنا النهاردة فيه عدة مشاهد وفيه مشاهد صعبة جدا ومؤسفة ومحزنة وتكسر القلب يعني مثلا مشهد الولد هو مش لاقي ياكل هيموت والخنازير بتلاقي ترعى وهو مش لاقي ياكل ده مشهد بيكشف طبعا الخطيئة ممكن توصل الإنسان لإيه ممكن تبهدل الإنسان تخليه قريب جدا منها الموت وفيه طريق الموت أنا بس حابب أركز على مشهدين مشهد الأب هو بيجري على ابنه علشان ياخده في حضنه ويمطره بقبلاته وبأحضانه وبكلامه الحلوة وبحنيته والمشهد التاني الأب برضو بيجري بره علشان يدور على الضل الجديد اللي متخانق اللي مش عايز يدخل علشان مش مسامح أخوه وحسس أنه أهم وأعلى من أخوه وإزاي يتعمل ويتكرم أخوه بالمنظر ده عشان مش مسامحه وبيدينه رمي نفسه بره كمان المشهدين دول فيهم كلام كلام مشهد الأبن الضل وراجع ومشهد الأبن الكبير ورايح باباه يتوسل لي علشان يدخل ويقول له حبيبي تفرح معانا تحرم نفسك ليه من الفرح كعلا اللي ما عندوش محبة بيحرم نفسه من الفرح اللي قلبه فيه إدانة وعدم محبة بيحرم نفسه من الفرح فالمشهدين فيهم كلام كلام الإبن الضل اللي راجع بيقول أخطأت قلب خاشع منسحق بيقول لبابا أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعلك ابنا ومشهد الولد الكبير اللي بيدين باباه بيقوله إزاي يعني إزاي بقى ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني لما ييجي تسبح له العجل المسمن يا راجل أنت عايش في خير باباك وإنت ما أنتش حاسس يعني إيه قد إيه هو بيحب أولاده والمفروض لو أنت دايق حبك وكنت تحب أخوك بس علشان ما فيش مقافة قلبك محبة فأنت ما أنتش حاسس بحب ربنا للخطأ الكلام ده ييجي عنده الحقيقة اللي ألهلنا السيد المسيح بكلامك تتبرر وبكلامك تدام ممكن الإنسان بكلمة بجملة صغيرة يتبرر ويأخذ السماء ويأخذ الغفران ويسترد رتبة البنوة ويسترد مكانه يسترد الفرح يسترد العز اللي هو كان محروم منه بكلمة توبة من قلبه بكلامك تتبرر وبكلامك تدام ممكن كلمة يقولها الإنسان تتحسب ضده لأن فيها إدانة للآخرين فيها قلة محبة فيها عجرفة تتحسب ضده عشان كده قراءات الكنيسة النهارده بتركز قوي على موضوع اللسان اللسان في رسالة القديس يعقوب نص إصحاح أو أكتر شوية إصحاح الثالث من إصالة يعقوب عن اللسان بيقول حاجة صغيرة كده في الجسم عاملة زي الدفة الصغيرة اللي في المركب الكبير بس بتحرك المركب كلها اللسان ده يولع في أي حاج أي وقود يحرق يولع في أي حاج يا يولع حاجة حلوة يا يولع يدمر الدنيا يا يشعل حب الله ويشعل مشاعر الله وحنانه ورحمته فيخليه يغفر لنا ويقبلنا يا إما يبقى ضد الإنسان ويشعل خلافات وصراعات ليه بس ليه بس اللسان ده ما ينفعش القديس يعقوب قال ما ينفعش من الينبوع الواحد يخرج العذب والمر ما ينفعش فأمثلة جميلة في الكتاب المقدس عن ناس تبرارت بكلامها تبرارت بطلب التوبة والغفران بكل قلبها زي العشار اللي قرع صدره ما قالش غير جملة واحدة ما بيعرفش يصلي زي الفريسي التاني اللي بيعرف يصلي ويطول في الصلاة ما كل اللي عرف يقوله ارحمني يا الله أنا الخاطئ اللهم ارحمني فإني خاطئ خرج مبررا الليس اليمين طلب الملكوت في آخر عمره وفي آخر ساعات حياته وقال له اذكرني يا رب أنا استاهل إن أنا مصلوب سكت زميله اللي أدين بسبب كلامه وقال له احنا نستاهل لكن ده ما عملش حاجة وطلب الملكوت وخده وقال له السيد المسيح بوعد حق اليوم تكون معي في الفردوس بكلامنا نتبرر يا طرب لما بنكلم ربينا بنقوله ايه بنطلب بقلب خاشع مرحمه ولا بنقوله احنا زعلانين منك تب تعمل كده ليه تب وداي بررنا الكلام ده احنا لما كون مش فاهمين نقوله يا رب احنا مش فاهمين فاهمنا على قدنا يا رب انت يا ربي اللي ترتب حياتنا وانت اللي تشرح لنا وتفهمنا حتى لو ما فهمناش احنا بن ايديك يا رب مسلمينك حياتنا احنا ضعفاء احنا بنغلط احنا محتاجين معونتك اخطأنا امامك يا رب اخطأنا امامك وغير مستحقين ان احنا ندعلك ابناء على طول بقية المشهد ياخدنا في حضنه ويشبعنا من حنانه وقبلاته ويهتم بينا ويردنا ذو ردبتنا الاولى اما اللي واقف عمال يدين ومتعصب وكاره الولد ده ابنك ده اخوك يا حبيبي ده اخوك ده اخوك من دمك ومن لحمك لا ما قالش اخوي قالوا ابنك واقف بالمنظر ده ده بيحرم نفسه بيحرم نفسه بيحرم نفسه من العز ومن الفرح ومن البهجة ومن التهليل بكلامنا نتبرر وبكلامنا ندان عايز كمان اختم بمواصفات الاب الجميل لان طبعا المثال عن الاب زي ما شرحت السيد المسيح بيقدن ثلاث امثال علشان يكشف محبة الثالوس الابن في مثل الخروف الضال والروح القدس في مثل الدرهم المفقود والاب القاب السماوي مواصفات الاب ده حاجة جميلة جدا اول حاجة انه اللي عنده من حب ومن خير ومن غنى لا ينتهي مهما خدنا لا ينتهي شوف الولد الصغير خد وبدد وفضل الاب غني والخير اللي عنده لا ينتهي ابونا غني مش عايزين نطلب من حد تاني غيره مش عايزين نترجى غيره ده هو كمان حاجة تانية جميلة بيقول لنا كل ما ليه فهو لك بيقول لك وملكوته بين ايدينا ايه العز ده ايه الجمال ده اب غني ومحب ولا يفرغ ما عنده من خير ويقول لنا كل ما ليه فهو لك ايضا نحس كده انه اب ديناميكي بيتحرك مش استاتيك ساعت احنا نفهم ربنا يعني طريقة غير سليمة حسين ان ربنا ده قاعد كده مستني بقى ليه جيله جيله اللي ما يجيلوش ما يجيلوش اللي يعني حابب انه هو ياخد الملكوت يطلب وربنا يشوف هعمل معاه ايه بيديله ولا ما يديلهوش كأنه واقف كده ايه واحد ثابت منتظر كده ثابت في الايقونة ما بيتحركش لا ربنا مش كده حنلاقي هنا الاب بيجري على ابنه وجي بيجري على التاني الضل الكبير اللي واقف برا اسرع ورحله ربنا بيتحرك نحيتنا ابونا السماوي حبه ومرحمه بتحركه بتحركه يقول لك لما رقاه من بعيد تحنن وركض واسرع علشان ياخده في حضنه ويستقبله ويعيد له الثقة ويعيد له السلام الولد راجع هزيل حزين مضطرب مش عارف مستقبله هيكون ايه هيتقبل ولا مش هيتقبل ومش عارف يعني ان شاء الله حتى يبقى خدام خدام ايه ده ابن لم يفقد غير كرامة البنوة هو اللي اهل نفسه هو ابنه يظل ابنه والابن له كرامة عظيمة بس كرمته في بيت ابوه مش كرمته برا مش كرمته لما يروح مع اصدقاء السوق يبقى هو بيهي النفس ما الخطيئة مهنة والتعفف والقداسة كرامة حتى قديس بقول السرسول هو بيتكلم على القداسة في تسالونيك الاولى لصحة الرابع يقول ايه يقول ليحفظ كل واحد منكم اناءه جسده بقداسة وكرامة ربط الاتنين ببعض ليحفظ كل واحد منكم اناءه بقداسة وكرامة ما يكونش زي الامم اللي ماشيين ورا الهوى والشهوات بيطمع في الامور النجسة لا 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 ليحفظ كل واحد منكم اناءه بقداسة وكرامة هذه هي ارادة الله قداستكم فالقداسة مربوطة بالكرامة وبعيد عننا النجاسات طبعا فيها الهوان لأتي الخطيئة ومعاها الهوان والمهانة والمزلة والجوع والجوع لانه مياه ملحة تعطش فالولد كرامته لما اترمى في حضن بابا ورجع لبيت بابا فالقب زي ما بقول متحرك كده نحيتنا ديناميكي بيجري ورانا بيسعى ورانا ويمكن لنا المحبة ندخل الكنيسة بتاعته ونلاقي حضنه مفتوح لنا نلاقي دراعاته مفتوحة على الصليب طب واللي برة بيروح لهم عن طريق خدام عن طريق رسائل بيفتقدهم بيقول لهم ليه وقفين برا ليه مش متمتعين احنا جوه البيت فرحانين احنا جوه الكنيسة فرحانين ليه قاعدين برا شوفوا النهاردة وسائل الافتقاد اللي ربنا بيعملها معانا لا تحصى ولا تعد بيفتقد نهاردة حتى كل واحد عنده تليفون يحط صبعه كده يلاقي كلام ربنا كتير 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 عزات والتسابيع اعتقاده بيفتقد اللي وقفين برا وناقيمين على اللجو ويقول لك وازاي دو يبقى دو الأشرار يا سيدي بيتعلقوا زي ما انت برضو محتاج علاج ما هم اللجو ودول يعني قديسين بالمسيح ايوة لكن عندهم برضو كل واحد عنده شوية امراض وبياخد الادوية وبيتعالج علشان يخف منها انت هدين ليه اللجو وانت واقف برا تعال اتمتع ما تحرمش نفسك من العجل المسمن ما تحرمش نفسك من الخير بتعباباك ده كل ما ليه هو ليك الانسان لو متكبر وفيش في قلبه محبة بيرمي نفسه برا لكن الاب بيجري وراه وبيسعى وبيفتقده وبيبعث له ناس وبيحاول معاه لحد اخر وقت حاجة حاجة جميلة واخيرة في الاب ده انه متسامح جدا مهما الانسان عمل ما شخطش في الكبير ولا في الصغير يحتوي الكل وفاتح حضنه للكل هي دي طبيعة المحبة على فكرة المحبة ما تحبش حض يضيع تحبش حاجة تضيع تحبش حاجة بوز ما تحبش حاجة تتلف المحبة عايزة الكل عايز الكل اللي قلبه فيه محبة ليه عايز يحتوي الكل مش حابب يشوف حاجة مرمية يمين ولا شمال عايز كل الكل يجي يتمتع بربنا اب حلو ابونا السماوي اب حلو بيسامح وبيحتوي بيبتدي مع نبداية جديدة بيقول خلاص اذا كان الشخص كان ميت دلوقتي خلاص عاش كان ضلا فوجدناه فدلوقتي ينبغي ان نفرح ونصر ربنا يدينا كده ان احنا نتمتع بهذه الابوة الحانية وهذا الغنى اللي موجود عند ابينا السماوي اللي بيهبوا لينا ونستخدم ألسنتنا باننا نطلب مرحمه ونخلي كلامنا يبقى للبنيان كلامنا يبقى في طلب الخلاص طلب الرحمة طلب الغفران مش يبقى للكلام الفاضي وللمناقشات الغبية وللمسك السير يبقى لساننا ده فعلا ندرك قد ايه مهم جدا هو ننشر كلمة ربنا ننشر المحبة والسلام بين الناس علشان يتحقق فينا كلام المسيح ان بكلامنا نتبرر ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمي جائز ترجمة نانسي قنقر